موسيقى 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 فخرتنا التانية ستكون مع العميد محمود محيدين البحث في قضايا الأمن القومي ونتكلم عن الأوضاع في غزة تهديات الإسرائيلية باقتحام رفح نتانياو قال منذ قليل أنه لا علاقة بخطة الجيش لاقتحام رفح باتفاق الهدنة وحتى لو كان هناك اتفاق للهدنة وإخراج الإفراج عن بعض المحتجزين فنحن مستمرون في خطة العملية العسكرية في رفح هنتابع كل ده ونسأل هل هذه مجرد تهديدات ولا فعلا نتانياو سيقوم بالعملية العسكرية لكن قبل ما نبتدي عندنا كلمتين في الاقتصاد والحقيقة الناس كلها بتسأل دايما تسألني ها احنا فين هو ايه اللي بيحصل هو احنا مستنيين ايه ولا أجد إجابة سوى أننا الآن في لحظة انتظار الآخرين يعني احنا في الاقتصاد نقطتين لو بكتب منشت كده صحفي الاقتصاد المصري نقطتين فوق بعض في انتظار الآخرين ليه في انتظار الآخرين نحن في انتظار صندوق النقد الدولي ينهي المرجعتين مع مخترح زيادة القرد يعرضهم على مجلس إدارة السندوق وبالتالي توصرف الدفعة الاولى من القرد ايضا نحن في انتظار انتهاء تفاصيل المشروع اللي اعلنت عنه الحكومة في رأس الحكمة مع التحالف الاماراتي واللي المفترض ايضا تكون في دفعة مقدمة بالدفعتين دول بالفلوس اللي حتيجي من هنا والفلوس اللي حتيجي من هنا ممكن نقدر نعمل عملية تخفيض سعر الصرف ونبتدي نتكلم في قضية سعر الصرف غير كده هل احنا بنعمل حاجة؟ كنت حب اقول لك اه لكن للأسف لا شيء فنقدر نسمي هذه المرحلة الحالية الاقتصاد المصري نقطتين في انتظار الآخرين طب احنا بقى بنعمل ايه؟ هل نحن نعمل بالتوازي على اعداد الاقتصاد الحقيقي مثلا لمواجهة المرحلة المقبلة؟ للأسف لا شيء وهنا سيكون المأزق وهنا حندفع التمن المؤلم لتخفيض العملة للمرعي الرابعة او الخمسة من 2016 دون ان نجني الثمار ببساطة لانه لا توجد لدينا قواعد الاقتصاد الحقيقي الذي يمكنه ان ينمو ويستفيد من تخفيض العملة ويقدر انه هو ينمو للمرحلة المقبلة فما نقعش في نفس الفخ تاني بلا ديون بلا هوت ماني بلا سندات بلا سندات هندية وسندات بالروبية وسندات بالمعرفش عملة البرازيل والعملات المختلفة احنا بنفكر في البريكس بنفكر في العملات بنفكر نطرح سندات بايه؟ احنا بنفكرش نشتغل انا احنا بنفكر كيف نطرح ادوات دين بعملات مختلفة تكون اسعارها ارخص بس لكن نشتغل حاشة لله دي مش من الخطة بتاعتنا هنا عندي مجموعة اسئلة يا ترى عملنا ايه في خطة في موضوع خطة التروحات التصريحات اللي سمعناها وحفظناها حول وطنية وصافي مثلا من زمان جدا من سنين وزيرة التخطيط لسه من اسابيعك بتقول هنعلن عن فتح الباب لعروض لبيع وطنية خلال 48 ساعة 48 ساعة دولي عدوا من زمان يعني من شهور واستقبلوا العروض وقفلوا الباب طب حصل ايه؟ ما نعرفش وزير المالية قال عائد التروحات بنهاية العام السنة دي 6.5 مليار دولار منين يا دكتور معيد ده الربع الاولاني خلص ما نعرفش بنك القاهرة والمصرف المتحد دول خلاص بقى ايه بطلنا نسأل عنهم يعني حتى الشباب يقولوني طب تعالي نشوف بنك القاهرة عاصل اقولهم لا خلاص ده من ايام مبارك بنك القاهرة من ايام مبارك من قبل ثورة 2011 يعني زمان قوي كان فيه اطفال وكبروا فما فيش بنك القاهرة والحاجات دي خلاص زهقنا نسأل عنها طيب بلاش الطروحات يمكن الاسعار دلوقتي غير ملأمة والحكومة قلتلك نستنى شوية وبلاش نبيع بالاسعار البخص مفهوم تعالوا نسأل عن حاجات تانية نسأل عن القطاع الخاص عملنا ايه مع القطاع الخاص بنقول عايزين القطاع الخاص يصل لمعدل استثمارات خمسة وستين في المية في ثلاث سنين طيب عملنا ايه كي يعمل القطاع الخاص عملنا ايه لاستعادة ثقة القطاع الخاص ايوة استعادة ثقة ايوة نكون فاكرين مثلا ان القطاع الخاص ده زرار يلا يقطاع خاص الشغل هيشتغل للأسف فقد القطاع الخاص الثقة وانا هنا بتكلم مع القطاع الخاص المصري قبل العربي والاجنبي احنا بنعمل ايه مع القطاع الخاص المصري بنتفشه باجراءات امنية غير مفهومة ندخل على المخازن ندخل عليه بالضرائب ندخل عليه بالتأمينات بنعمل فيه ايه نكلمه اصل انت بتاجر في السوق السوداء بينما انت بتطلب منه في البنك انه يجيب الفلوس من السوق السوداء كلها حاجات متضربة نتحدث عن استهداف 100 مليار دولار من الصدرات ومعرفش هنجيبها ازاي الحقيقة اذا لم تكن لدينا صناعة يعني هو احنا هنصدر ايه هنصدر اما زراعة او صناعة يعني اما برودكت طالع من الارض او مصنع او صناعة منتج كامل هل اشتغلنا على الصناعة هل اشتغلنا على الزراعة هل اشتغلنا على توفير الاراضي للصناعة او للسياحة وهي خدمات مهمة حد هيقول لي ايوة اصدرنا القرار رقم كذا من هيئة التنمية الصناعية رقم كذا الحقيقة على الارض لا شيء كلها قرارات على ورق لا تنفذ هذه الحقيقة اللي بسمعها انا من الناس من كل الناس اللي بقابلها في مجتمع الاعمال ومن الاقتصاديين هذه الحقيقة التي تعلمها الحكومة جيدا وتعلمها هيئة الاستثمار جيدا هل اشتغلنا على منظومة الضرايب اللي هي عبارة عن مقصلة احنا هو في موسم الضرايب استعدوا للمقصلة يا طرح هيحسبك على الدولار بتلاتين ولا هيحسبك على الدولار بستين ما انت بتجيب الدولار من السوق السوداء لانه البنك ما بيتدبر لكش في كتبك بقى في الورق بتاعك هيحسبك على ايه هيحسبك على تلاتين هيقولك وانا مالي انت سلع انت تدبر من البنك تقوله يا عم يا بتاع الضرايب والله دبرت من السوق السوداء هيقولك هاتلي واصل هتجيب واصل من السوق السوداء فتأتي مقصلة الضرايب لتقطع الرؤوس عادي جدا هل اشتغلنا على حماية الموظف العام كي يستطيع ان يمارس دوره دون تهديدات فلو سهل امور القطاع الخاص ضمن القانون ما يدخلش السجن دي نقطة مهمة جدا هم البيروقراطية شغلة من ايه ان كل موظف يقولك يا عم وانا مال هو انا اخش السجن عشان كم مليار دولار يخشوا للبلد في دهية انا ما اخش السجن وكل واحد يقولك حضرتك روح بقى للمدير الاداري او المدير القانون يشوف لك الموضوع ده فالوزير نفسه يبقى خايف ورئيس الوزراء نفسه يبقى الآن هذا هو القانون اشتغلنا على القوانين اشتغلنا على البيروقراطية في دول جنبنا زيرو بيروقراطية كل ده قرارات كل دي قرارات على ورق لا تنفذ كل يوم بنسمع نفس المشاكل ونفس العقبات واسئلة كتير جدا هل مثلا بيعنا ابراج العالمين عملنا ايه في ابراج العالمين اللي بنناها بالمليارات والبورج الايقوني ده عملنا فيهم ايه بيعناهم في عائد مثلا قلولنا يعني يا ريت انا اتمنى هل سلمنا الشوق مثلا في العالمين في الابراج الضخمة دي سلمناها فالسنة الجاية المدينة هتكون منتعشة بالسائحين ولا عملنا فيها ايه احنا لا نعمل نحن في انتظار الاخرين كل ما سبق ده هو ده الجزء الاصعب من المهمة مهمة الاصلاح القصة ليست فقط اصلاح نقدي واصلاح منظومة الدولار هو عرض وليس مرض الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد هو ده الشغل الصعب هو ده اللي لازم نقوم به اصلاح منظومة سعر الصرف مش كل حاجة مش هو الاساس ده حنصلحه ويخلص ونعدي وبعدين لا يمكن ان نبقى في انتظار الاخرين فقط بينما نحن لا نفعل اي شيء لان النتيجة معروفة وشفناها اربع مرات قبل كده اربعة يتم التخفيض تغلى الاسعار على المواطن نخرج من الازمة المؤقتة ونرجع تاني للمربع صفر هذه المرة التمن هيكون غالي جدا واللي بيدفع التمن ده الناس والميزانية والدولة والحكومة كلنا بندفع هذا التمن ولكن الناس بتدفع التمن بشكل اكبر لسه امامنا فرصة لكن لازم نشتغل امبارح لازم نشتغل امبارح على هذا الاصلاح هذا الاصلاح الحقيقي هو الاهم لازم نشتغل لكي لا نبقى دائما في انتظار الاخرين ان هم يخرجون من المأسق يلا نبتدي الحلقة ونتكلم بقى عن رفح والسكر وما لدينا من اخبار